ولذلك ما يحدث في القدس اليوم هو تمرد على حالة الاحتلال من جهة وحالة أداء السلطة الفلسطينية من جهة أخرى الذي لا يرى فيها شباب فلسطيني أنها تصون الحقوق الوطنية إلى أي مدى تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذا الوضع المتشنج كما يتهمها الجانب الإسرائيلي والآن أنت إلى حد ما توضح هذه الصورة إلى أي درجة تتحمل المسؤولية لا أنا لا أوضح هذه الصورة الشباب الفلسطيني يتمرد على الاحتلال والشباب الفلسطيني غاضب من السلطة لأنها لا تقوم بدور السلطة الوطنية الفلسطينية في الدفاع عن شعب الفلسطيني وفي الدفاع عن الأقصى وفي إيقاف الاحتلال عند حدوده